أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أكد على أهمية التكامل أمنيا وعسكريا وسياسيا عفوا بين دول مجلس التعاون لأنها تواجه تحدي وخطر مشترك يتطلب ثباتا في مواجهته عبر أقصى درجات التنسيق العسكري والأمني والسياسي وينسموه أن الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يحمل أهمية كبيرة لانعقاده على صعيد المكان والزمان والرسالة التي وجهها للعالم وكان مفادها اجتماع الكلمة الخليجية وتطابق الأراء ووحدة الهدف تجاه أمن المنطقة والسقرارها باعتباره جزء نصيلا من المنظومة الأمنية العالمية لفتا سموه لأن العالم اليوم لا يعترف إلا بتحالفات والاتحادات ونحن في دول المجلس لدينا من المقاومات المشتركة والتوجيهات المتحدة ما يجعل ذلك واقعا ملموسا في أوجه متعددة ومن أهمها في الجانب الأمني والعسكرية جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر الإقضيبية لمعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الذي أطلع سموه على نتائج الاجتماع المشترك الذي عقد للعقدة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أكد سموه على همية مثل هذه الاجتماعات في بلورة الأفكار والرؤى والتي تدفع قدما بالتعاون العسكري والأمني الخليجي يمضي في خط متوازن مع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية منوي أن سموه بالكلمة التي وجهها معالي وزير الداخلية للاجتماع التي شخصت التحديات الأمنية والأخطار الإرهابية التي تتعرض لها المملكة وأشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أنما تحقق على صعيد التعاون الخليجي كبير ولكن يبقى الطموح أكبر وتظل متطلبات التعامل مع تحديات وأخطار المرحلة تستدعي تعاونا أوثق وأشمل فالأمن اليوم هاجس الجميع قيادات وشعوب ويجب أن تكون خطوات التنسيق في هذا الشأن متسارعة أكثر لضمان حماية المنطقة من خطر الإرهاب وترسيخ دورها الفاعل إقليميا وعالميا وقد نوها معالي وزير الداخلية بما يبديه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من حرص دائما على تكريس وتفعيل آليات التعاون والتنسيق الأمني الخليجي بشكل يفضي إلى التعامل مع التحديات بشكل جماعي وموحد مؤكدا بأنه قدم إجازا لسموه حول نتائج الاجتماع المشترك الذي أعقده أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول المجلس وأهمية مخرجاتها على صعيد أمن المنطقة والستقرارها وتأكيد وحدة الموقف الخليجي تجاه التحديات ترجمة نانسي قنقر